اشتركوا في القناة وقال يعني يعبر عن انجازاتهم ويتحدث عن انجازاتهم انجازات امانة بغداد في مدينة بغداد العاصمة يقول تم رفع اكثر من ثلاثة الاف طن من النفايات خلال يومين الماضيين هو يعتقد انه بهذا الرقام يعني يوصل رسالة للناس لسكان بغداد بانهم يعملون وانه يعني بغداد في تطور وانه هناك اهتمام الحقيقة عندما نعرف انه عاد سكان بغداد الان ربما يزيد عن 12 مليون نسمة ثلث سكان العراق في بغداد والنزوح الى بغداد مستمر الهجرة الى بغداد مستمر والان اكو هجرة كبيرة جدا جدا بسبب الجفاف بسبب الوضع الاقتصادي بسبب خراب البيئة الغالبية وخاصة من الهوار مناطق الجنوب والمحافظات الجنوبية يتجهون الى بغداد بعوائل يعني آلاف عشرات الآلاف من العوائل تتوجه الى بغداد لهم اقارب هناك ولهم اصحاب ويعتقدون انهم هناك سيجدون عملا زراعة انتهت الصيد انتهى تربية الحيوانات انتهت في الاهوار مياه ماكو بيئة سيئة جفاف تام بالتالي الهجرة مستمرة والهجرة بشكل قوي عدد نفوس البغداد الان الى 12 مليون سيزيدون الى 14 ربما الى 15 مليون خلال ربما اقل من سنة هذا سيؤدي الى زيادة المناطق العشوائية طبعا هي سكان بغداد اكثر من سبعين بالمية منهم لا يملكون بيوت من 65 الى 70 بالمية لا يملكون بيوت خاصة بهم وهناك يعني حوالي 3 ملايين او اكثر 3 ملايين ونص من سكان العشوائيات وبالتالي سيذهبون هؤلاء الذين يهاجرون الان الى بغداد استوسع العشوائيات استوسع لانه لاكو سياسة سكانية لاكو توزيع سكاني عادل لا توجز يعني سكان اقصد توزيع سكاني مدروس ومنطقي هجرة اه غير مخطط لها اعمال ماكو بطالة اه طرق كما هي الخدمات مثلما هي ضبوطات شديدة على البنى التحتية اللي هي مدمرة بالتالي انظروا كيف سيكون بغداد واعود مرة اخرى الحديث عن عن النفايات اتحدث عن 3 طن رفعوها يقول خلال اليومين الماضيين يعني اتحدث خلال اسبوع الماضي الحقيقة بغداد ما لا يقل عن 10 الى 12 طن يوميا من النفايات ترمى في الشوارع لاحظوا الفرق هو يقول انه في يومين نرفعنا يعني اكثر من 3000 طن يوميا يعني 10 الى 12 طن يوميا ترمى في بغداد فلاحظوا المصيبة الكبيرة الان في بغداد داخل الاحياء هناك يعني مكبات للنفايات كل هذه التي تنقل حتى وان هناك آليات ترفع ترفع هذه النفايات وتذهب بها اين ستذهب بها؟ تذهب بها الى حدود بغداد الى مناطق الى حواضن بغداد وترمية هناك فبغداد محاطة بأسهجة من النفايات هذه طبعا هم يتحدثون هناك دراسات تتحدث انه كلفة هذه شهريا يعني يا عمال ونقل هذه النفايات لا تقل عن 500 مليون دولار كارثة هاي نص مليار 500 مليون نص مليار دولار شهريا انت تصرف فقط لنقل النفايات والنفايات بغداد مليانة بالنفايات والعشوائيات تزيد والنفايات تزيد ولا احد يدخلها لهذه المناطق العشوائية وهي كثيرة يعني الآن ثلاث ملايين ونص حوالي يسكنون في العشوائيات عداها على تلوث الأنهار المخلفات كلها ترمى بالأنهار الأحياء النهرية كلها الأسماك وغيرها تمود كارثة كبيرة هذا كلها تأثير على البيئة حرق هذه النفايات خارج بغداد التخلص من عندها وما عندهم غير طريقة لنطمرها بالحرق فيحرقون هذه النفايات كل هذه الدخان المتصاعد من الحرق مع موجات الهواء هذه العواصف التي تهب ليلة نهار ومحملة بالأتربة وتحمل درات التراب تحمل كل هذه الفيروسات والرواح كلها تأتي على أهل بغداد تلوث الجو المرضى زادت خاصة الأمراض التنفسية في بغداد وفي مناطق لأن الجو ملوث جدا وهذا جزء من تلويث الجو من تخريب البيئة هذه النفايات أينما تذهب ستجد النفايات داخل المدن داخل الشوارع داخل أحياء الضيقة في كل مكان هناك هناك داخل المدينة داخل بغداد هناك مناطق محددة وشوارع محددة شارع شارعين في كل منطقة كبيرة يسكن بها مسؤول أو كذا يعني يجاملون مجاملة لهذا المسؤول ترسل البلدية من ينظف يعني والناس يعني مرتاحة بهذا الجانب لأنه تنظيف لكن هذا يشمل شارع أو شارعين في منطقة كبيرة لأنه بها مسؤول موجود واحد من المسؤولين ما عدري في البرلمان ما عرف وين المهم عسكري ما عدري بالأمن وقوات الأمنية بالميليشيات وبالتالي والباقي كله مزابل ومكبات للنفايات وأمراض وفيروسات ومصائب كبيرة جدا جدا فأنت أمام حالة يعني خلال عشرة أيام أكثر من ألف طن بالشهر يعني يعني ما رفعوه يعني يتحدث عننا أمين بغداد أن نرفعوه كل التالف طن هذا ربما هذه نفايات لشهر واحد أما الأشهر الباقية فكل شهر أكثر من ثلاثة آلاف طن من النفايات لأنه عشر إلى اثنعش طن يوميا ترمى هذه الآن وإذا ما زاد العدد ستزيد هذه التالية ويكون مخلفات مصيبة يعني هذه المخلفات البلاستيك وغيرها هذه مصيبة كارثة على البيئة وعلى صحة الناس فبالتالي بغداد تحولت هذه المدينة جميلة اللي بها فضاءات جميلة كانت اللي بها ساحات وبيها حدايق وبها ملاعب تحولت إلى إلى مكبات للنفايات داخل المدينة يعني والناس عليها أن تتحمل هذه لأنه لا حلول وين تذهب بهذه النفايات إذا كانت البلدية القائمة ماكو معامل لتدويرها ماكو معامل لمعالجة هذه النفايات ماكو قدرات أو مسخرة لهذا الموضوع فبالتالي أنت في كارثة كبيرة وهذا جزء من خراب بغداد دالي العاصمة الجميلة الراقية والتي أدت إلى أن تكون واحدة من أسوأ مدن الدنيا وأسوأ عواصم الدنيا يعني اختاروها للسنة الخامسة أو الساسة أسوأ مدينة في الدنيا مع الأسف الشديد هذه بغداد الجميلة تغنى بها الشعراء وكانت مركز الخلافة وكانت تشع على الدنيا حضارة وفيها كل هذا التراث العظيم تتحول إلى مكبل النفايات وقت هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين أترككم بخير وأنتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استرجعكم الله والسلام عليكم